السيد الرئيس نور الدين مديان باسم الفريق السيقلالي للوحدة والتعاجلية يلا نور الدين عقم السيقلالي سافي ها هو بسم الله السيد الرئيس شكرا سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس سيدات والسادة الوزراء زمدات زملائي النائبات والنواب السيد الرئيس إن مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل حكومة تشكل فعلا لحظة دستورية وسياسة بامتياز في ترصيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا كأحد الثواب الدستورية وهي مناسبة لنجد التأكيد في الفريق الاستيقل الوحدة والتعادلية على أهمية الأشواط الكبرى التي قطعتها بلادنا بفضل التلاحم الدائم والتاريخي لأمتنا ملكا وشعبا وهو ما ظهر بشكل واضح إبان الجائحة حيث جعل عاهل البلاد نصر الله سلامة وصحة وكرامة المواطن المغربي أولوية الأولويات بعد القضية الوطنية الأولى وذلك عبر سلسلة من القرارات الملكية السامية والسديدة التي جعلت الدولة وكل إمكانياتها في خدمة المواطن وأمنه الصحي انطلاقا من فرض حجر صحي حمائي ومرورا بإحداث الصندوق الخاص بتدفير ومواجهة جائحة كورونا ووصولا إلى الدعم المالي المباشر للأسر المتضررة من التوقف الاضطراري للأنشطة المهنية قبل أن يتوج بإستطلاق حملة وطنية رائدة عربيا وأفريقيا بل ودوليا للتلقيح المجاني لكل المواطنين والمواطنات والمقيمين على طراب المملكة ولا يفوتنا هنا أن نعبر عن اعتزاز كبير بالاتفاقيات التي تم توقيعها أمام جلالة الملك والتي تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى بالمغرب هذا المشروع الهام المهيكل الذي يأتي في إطار الإرادة الملكية الصلبة لضمان الأمن الصحي لإستراتيجي المغاربة وتعزيز السياسة الصحية للمملكة سيد رئيس الحكومة المحترم ويهمنا هنا أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الوحدة الطرابية وما أضحت تنعم به جهتنا الجنوبية من مقومات تنمية مستدامة تتوجها المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية سواء في دينامية البناء والتنمية أو في تدبير الشؤون السياسية والتمثيلي للمحلية وهو ما تعزز أيضا بفتح عدد من دول صديقة والشقيقة لقنصليات ديبليم واسعة بإقاليم من الجنوبية في إشارات سياسية قوية ودلة وفي هذا السياق نتساءل السيد رئيس الحكومة المحترم عن التحركات والمبادرات التي قامت بها الحكومة من أجل استرجاع المدينتين السليبتين سبت وامليليا والجزر المرتبطة بهما في ظل الأزمة التي افتعلتها الحكومة الإسبانية باستقبالها زائم البوليزاريو بهوية مزورة وبشكل يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية إمانا مننا أن منطق التعايش والتعاون الذي يربطنا مع جارتنا الشمالية إسبانيا تاريخيا وجغرافيا لا يمكن أن يكون على حساب الانتقاص من سياستنا ووحدتنا الترابية ولن تفوتون الفرصة دون التأكيد عن الموقف الثابت للمغاربة ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية بما فيها حقهم مشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدش الشريف السيد رئيس حكومة المحترم قدمتم حصيلاتكم النهائية حصيلة الوداع بحضور باهت لأعضاء الحكومة الأمر الذي يسائلكم عن مدى التضامن والانسجان وقد استغربت حقاً قبل قليل بالحديث عن التضامن وتفادي وإصلاح ذات البين فكان النقوم السيد رئيس حكومة إلى في نهاية بعد خمس سنوات من غياب الانسجام وكل هذا طبعت الحلقة على حساب البرامج الحكومية وعلى حساب التنزيل البرامج التنموية وعلى حساب الأداء الجيد للحكومة في أيام في الأيام الأخيرة من عمر هذه الحكومة نسمع بأن هناك مصالحة شيء جميل بمعنى أنهما كين مشاكل كين غياب كين يعني حصيلة مشتركة كين عمل توافق هذا شيء جداً ولكن ليس هذا هو الأمر الذي هو في الواقع للأسف الشديد ما تعيش هذه الحكومة منذ بدايتها إلى هذه اللحظة هو قمة النفور وقمة كذلك الاتعايش والانسجان وخير دليل على ذلك سيد رئيس الحكومة من اللي قدمت الحصيلة ديالكم كين غياب كلي لطرف أساسي من مكونة هذه الحكومة وذلك مع سبق الإسرار والترصد والآن تتحدثون على الانسجام بسيان إذا صلحتكم إذا صلحتوا بذات البين سيد رئيس بروك عليكم ولكن لا فائدة منها الآن إذن هذا من جهة وبإذن فهذا طبيعات الحال هذا الغياب هو كي يسد فشل ذريع لتحقيق ما التزمتم به أمام مجلس النواب فهو عبارة طبيعات الحال نحن نسجل أن هناك إخفاقات وتراجعات وانتكاسات على حساب طبيعات الحال ما صرحتم به في البرنامج الحكومي والمتمثل أساساً فيماية لغند كرسد رئيس الحكومة بع المسائل التي التزمتم بها والتي لا من خلال برنامج الحكومي الذي قدم من أجل نيل ثقة الشعر المغرفي من خلال البرنامج ولا من خلال برنامج الانتخاب الذي على أساسه نلتم الصوات الأغلبية من الصوات المغاربة وتبوأتم المرتبة الأولى مثلاً في أين تفعيل استراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجية القطاعية فين ربط المنظومة التربية والتكوين بالتشغيل أين أثره الآن كذلك استكمال ورش إصلاح القضاء الذي دعا إله جلالة الملك أين هو الإصلاح الشمولي ومشتدام لنظام المعاشات فين هو إخراج مثق الاستثمار للأسف الشديد الذي لا زال متعثراً منذ عشر سنوات سيد رئيس الحكومة إلى أي مدى حرص الحكومة على تنزيل الأحكام الدستورية ذات البعد المؤسساتي فيها أساساً تفعيل الطابعة الرسمي للأمازيغية فعلاً صفقنا وشاركنا وصوتنا بالإجماع على هذا القانون المهم لكن على عرض الواقع كيف يكاين الآن واش فعلاً أنه كاين الأمازيغية على عرض الواقع أين أثاروها في البرامج التعليمية الكلية في الحياة اليومية في الإدارة حتى في هذا المجلس الآن للأسف الشديد هناك فئات عريضة من الشعب المغربين اللي ما عرفاش العربية كان من المفروض هو أن نوفر على الأقل ترجمة من العربية إلى الأمازيغية هذا هو التفعيل أين ذلك؟ لا شيء من ذلك صوتنا على القانون ليظل في الرفوف كما ظلت عدة قوانين أخرى في مثل هذه الرفوف المختلفة للحكومة وغيرها إذن هذا مجيها كذلك أي إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية فيه الأفارديالو نعم كتقولوا درنا درنا نعم ماذا بعد ذلك؟ نحن لا نريده بطبيعة حال تدليس عن المغاربة تجيب قوانين كبرى ولكن ما قالوها هو التجميد في ثلاجات الحكومة ما شهد هو الهدف من هذه القوانين الكبرى ثم كذلك إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة فين هو الأفارديالو التنزيل يالو إحداث مجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي رغم مصادقة البرنامان على هذا القانون التنظيمي الهام القانون التنظيمي للإضراف فين هو إذن هذه هي الأوراش الكبرى التي كنا ننتظرها أن ترى النور على أرض الواقع فلذلك سيد رئيس حكومة إنها تحقيق التنمية المستدامة الناجحة يرتفط عضويا بتثبيت الديمقراطية باعتبارها إحدى الاختيارات الدستورية الكبرى لبلادنا فالممارسة الديمقراطية ليست طرفا بل هي سبيل آمن نحو التقدم وهو ما يدعونا للتنبيه أن التعامل مع الديمقراطية كتكتيك سياسي ظرفي يضر بجوهر الديمقراطية والقيم المرتبطة بها ومناسبة هذا التنبيه والنقاش الزائف والمغلوط نحن فقط اختزلنا العمل الخلاف حول القاسم الانتخابي فإن كانت حرقة الحكومة للدفاع عن الديمقراطية هذا هو الهاجس الذي يجمعنا كلنا ونحن نعبرنا عن ذلك بأنه لا تجتمع الأمة على شيء إن على ضرارة كما قال يعني القرآن الكريم عفوا الحديث حديث شريف لا تجتمع أمتي على هذا على كلين على كلين بمعنى واشهد فقط هذا شيء فين كنتم أين كانت الحركات أين كانت الحكومة عندما كانت الحركات الاجتماعية تتصعد في الحسيمة والجرادة وزاقورة وغيرها من المناطق لك ساعة ما تحربتوش يعني مطالبة فقط بتحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية والتوزيع العادي للطروة فين كنتم ملكاً الحراك ديال الريف وفي هذه المناطق كلها بل قمتم بمبادرة هو أنكم خونتم الحراك أعتبرتهم بأنه حراك خائن وانفصالي هذه مشؤولية ستسؤالون عنها يوم الانتخابات لأنه باشتعبر بأن حراك اجتماعي فقط هدفهم هو المطالبة بالحد الأدنى من التنمية المجالية الحق في التشغيل الحق في التنمية الحق في الصحة الحق في التعليم ولكن للأسف شديد كانت تعامل الحكومة مخالفاً وضد هذه الإرادة إذن هذه فيه كنتم ملكاً ثالثي وإذا كانت طبيعة الحال حرقة الدفاع عن ديمقراطية عندما تم تحرير أسعار المحروقات قام ما تحركتوش وترك مواطن أمام الشاجة يشعي شركات المحروقات هنا اللي كنا نبغينا أنه الحكومة غاد يتحرك مش في مسائل اللي هي خوية أين كانت حرقة الدفاع عن ديمقراطية عندما بقصتم عمل البرلمان ومررتم مجموعة من القوانين الأساسية بدون مناقشة كافية وبسرعة خيالية مشتعيننا بأغلبيتكم البرلمانية في ضرب صارخ لمبدأ توازن الصورة وتعاونها أين كانت حرقة الدفاع عن الديمقراطية عندما قررتهم لاختطاع من أجور المضربين أم أن حرقة الدمقراطية لا تتحرك إلا عندما تتعلق الأمر بالكراسي والمقاعد والمناصب فين شنو درت الحكومة بالنسبة ساكنة المناطق الحدودية لا في الشمال ولا في الشرق الناس اللي كانت ولا في الشمال أو في الجنوب الشرقي الناس البطالة وصلت أكثر من عشرين في المية ولأول مرة في التاريخ في هذه المناطق هذه هي الأوراش الكبرى اللي كنا نسمعه أنه الحكومة تجاوب عليها وتعالجها جعلتم السيد الرئيس الحكومة من محاربة الفساد شعارا قويا في برنامجكم الانتخابي وإحدى الأولوية الأساسية في البرنامج الحكومي غير أن الواقع برهن أن الفساد قد استفحل في ظل حكومتكم حيث انتقل مؤشر إدراك الفساد من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المرتبة 80 سنة 2019 تم إلى المرتبة 86 سنة 2020 وهو تراجع غير مسبوق في ذل حكومة محاربة الفساد فأين نحن محاربة الفساد بكل أشكاله وما ما قال بشروع القانون الجنائي وخاصة جريمة الإطراع الغير المشروع مشكلة الأغلبية هذا هو اتفاق وتوافق وانسجام الأغلبية ما جاء المعارضة لوقفة المشروع الأغلبية لوقفة المشروع فيما بينها اختلاف الأغلبية هي لوقفة أهم يعني هذا المشروع الواعي للأسف الشديد أين نحن تقارير المجلس الأعلى الحسابات مشكور المجلس الأعلى الحسابات قام بعمله وقام بفحص عدة إدارات وعدة مؤسسات للأسف الشديد فين المآل هذا العمل الجبار اللي قمت به هذه المؤسسة أين الحكومة من تنزيل كذلك الجهوية المتقدمة بنفهمها الحقيقي وأين الحكومة من ملف تحقيق التنمية القروية التي ضاعت بين ثنايا إجراءات مشتتة وانتقائية تهدف لتحقيق بعض التأهيل وليس التنمية السيد رئيس حكومة المحترم اعتبرتم حكومتكم حكومة اجتماعية بامتياز في الوقت الذي عجزت فيه عن جعل البعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية وقد عرّت الجائحة عن واقع مريض اقتصادي واجتماعي واقع تميز بالهشاشة بحيث انتقل حوالي مليون مواطن ومواطنة إلى حالة الفقر المباشر بعد الحجر الصحي فلولا التفجيهات الملكية والمبادرة السامية خاصة متعلقة بإحدى صندوق تدفير جائحة كورونا لكان الوضع كارثيا فعن أي حكومة اجتماعية تتحدثون سيد رئيس الحكومة إننا فعلا أمام حكومة الإبداع والمبدعين إبداع الأزمات بامتياز ففي الوقت الذي وعدت فيه حكومتك وفي برنامج الحكومي بجعل المدرسة العمومية فرصة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي فإن واقع الجامعة والمدرسة العمومية فرصة اليوم يؤكد بأنه ما لا يدعو مجالا الشك أن هذا القطاع الحيوي الذي يبقى المدخل الأساسي لتحقيق أي تقدم منشود يعيش أزمة خانقة صارت بنيوية بعد أن ضاعت الحكومة فرصة جعل قانون الإطار للتربية وتكون بوابة للإصلاح وما ترتب عن ذلك مئة آثار سلبيع ضم التعليم والمتمثل أساسا في قرار التعاقد البائيس الذي اتخذته هذه الحكومة والذي أضر نفسيا واجتماعيا بأسرة التدريس خاصة بعد أن قدمته الحكومة في مشروع القانون الإطار قبل أن يرفضه رفضناه في حجب استقلال عبر تعديل تاريخي لإلغائه تزايد ظاهرة لهضر المدرسي غير الأرقام هذه أرقام رسمية أتحدث وأستحذرها لهضر المدرسي في سنة 2018 وحدها غادر قرابة نصف مليون تلميذ ربع مئة وثنين وثلاثين ألف تلميذ غادروا المدرسة بدون الحصول على شهادة حسب بيانات المجلس الأعلى للطرفيات والتكوين ثمانيو وسبعين بالمئة منهم في المرحلة الامتدائية والجامعية ربعات المليون وثلاثمئات ألف شب وشبة تتراوح أعمارهما بين خمستاش وثلاثين سنة يوجدون اليوم في وضعية لا في المدرسة ولا في التكوين ولا في الشغل وهي فئة مغيبة في برنامجكم وحصيدتكم سيد رئيس حكومة تمويل الدولة البحث العلمي هو تمويل ضعيف جدا مازال في سفر فصيلة ثمانية وحشو ما وحنا قلنا بعد جائحة أثناء جائحة كورونا بأنه تلقينا وعودا من الحكومة ومن قطاعات المختلفة بأن هي فرصة لتأهيل وتطوير يعني البحث العلمي من أجل خدمة المواطن في جميع في الوضع العادي والأزمات ولكن للأسف الشديد الميزان يبقى صفر فصيلة ثمانية من النتج الداخل الخام إذن اسمحوا لي أيضا سيد رئيس حكومة أن أبرز لكم الوجه المقلق للمنظومة الصحية ببلادنا والممتمثل أساسا في ضعف المنظومة الصحية في مواجهة جائحة كورونا نحن عرفنا الأزمات لو لا يعني أثناء هذه الجائحة كان في البداية ارتفاك واضح تحقيق الأمن الصحي للمواطنين الخصاص المهول في الأطباء والمهان الطبية نعم سيد رئيس حكومة عرفت سمعت بأنه أحد الزملاء من الأغلبية وأنتم كذلك تؤكدون بأنه لأول مرة وتتفجحون بأن هناك تلتألاف منصب قولنا سيد رئيس الحكومة ما حال من منصب جاء من طبيب مئة وشتين طبيب اللي تقدموا المباراة ماشي سكم تعالجوا الأسباب ما بقاش في عدد المناصب والآن القانون اللي أثبتنا للأسبوع الماضي من أجل استقدام وجلب الأطباء الأجانب من دول لا نعلمها وثقافتها تختلف عن ثقافتنا هذا دليل قاطع على فشل المنظومة الصحية وبالتالي فشل الحكومة سيد رئيس المحترم أرى ثلتالاف منصب يجيوليها مئة وستين منصب لأنه لم يكن تحفيزات للأطباء طبيب يتخرج يقرأ عشر سنين ثمان سنين كان أعطيوا لهم ثمان الاف درهم ماذا تريد أن نكون من أجل الدول أخرى أكثر من سبعة الاف طبيب هاجر إلى دولة قريبة فقط في فرنسا دون أن نتحدث عن كندا وبالجيغا وألمانيا إذن لماذا نكون لنا نفتح هذه المستشفيات وهذه الجامعات الطبية وغير الكليات من أجل التصدير العقول المغربية إذن هذا فقط هي لحظة للتأمل شوفوا السبب لا يبقى في الأسباب في الرقم تلتالاف منصب شغل وارتلتالاف منصب شغل سيد رئيس حكومة رجاء مئة وستين منصب اللي يبغوا والبقي امتنعوا ومشاوا ويقلوا على الهجرة وراهم في الدول الأخرى فلذلك كان قرروا للخارج ما كان قرروا نفسنا للأسف الشديد هذا هو الخلال عمق الخلال سيد رئيس حكومة إذن هذا بالنسبة بطبيعات الحال كذلك قلة البنيات التحدية الاستشفائية نتحدث مجموعة من إجراءة الحماية الاجتماعية هالرامد الرامد ربعتاش خمستاش أما قادر المصر المطبع واحد العدد وهذا دال على أنه الشعب كله نحو الفقر ملكة تعطي الرامد وثانيا ملكة يمشي واحد الرامد مريض بالقلب أو بالسرطان يطلب منه موعد بعد سنة بمعنى بعد الوفاة هذه هي النتيجة الحاصلة هي فلذلك ما هي الإجراءة المواكبة لتنزيل كل هذه القوانين الهامة والمهيكلة لا شيء لا تكفف هذه القوانين كما أشرت سابقا لا بد من إجراءات مواكبة المستشفى الفارغة العالم القراوي سبعين في المية ما عندهم طبيب إذن فلا بد من إجاد تحفيزات للأطباء والأطقم الطبي والمساعدين التبيين والتقنيين باشي بقوا في بلادهم باشي يشتغلوا بمهنية عالية وبروح وطنية عالية فلذلك لا بد من إعادة النظر في أجورهم وتحفيزاتهم واحد يجل للريف في الأدغال الجبال لا في الريف ولا في الأطلس وفي الجنوب بثبنين لا يمكن أن يحفز السيد الرئيس الحكومة للأسف الشديد وكذلك حين نبحث عن هذه تجهيزات سكانير يبقى خاصة لمدة شهر حتى تجمع مزموعة سكانيرات يأتي التقني من خارج يساوبهم إذن أي تأهيل لقطاع السحة نتعدد عن قطاع السحة عن كين الآليات المستشفية كلها تفتخذ للأخصصات الطبية للأسف الشديد المستشفيات إقليمية ولا أتحدث عن المستشفيات المحلية والمراكز والمستوصفات هذا لا يوجد طبيب هذا 70% من العالم القراوي تقريبا أو زيادة لا يوجد طبيب إذن هنا ضرورة لكي نجلب أطباء للأسف الشديد إذن ضرورة مليحة إذن هذا مجهة إذن كذلك يعني لتدني الخدمات الصحية بالعالم القراوي لأننا قلتها إذن فلذلك سيد الرئيس الحكومة المحترم حصيرتكم الاجتماعية تجسدوا بحق فشل الحكومة بالنهوض بالتشغيل وإنعاجه كما تؤكد ذلك تقاري المنديومية الثانية للتقديل ليس أناد الأرقام صرحتم أن نسبة البطالة انخفضت سنة 2019 إلى 9% تفايد تصريح بالأرقام المهوي لسنة 2020 ويعني 2020 والنصف الأول والنصف الأول من سنة 2021 لأنها بيكون بساطة بعيدا جدا عن رقم 8 فصيل 5% الذي التزمتم به تنسيتم أن نسبة النشاط قد انخفضت إلى 45 فصيل 8% لأن اليأس قد تملك المغاربة للأسف شديد من البحث عن فرصة عمل دفع بالشباب إلى ركوب قوارب الموت بحثا عن مقومات العيش الكريم في الضفة الأخرى وتمت انتكاس هذه مؤخران من المسؤول عن تلك الانتكاس وكيف يشيح الكهرب مضار والمغاربة مشوا بأطفالهم وشيوخهم وأمهاتهم مشوا سباحة الحكومة مسؤولة بالدرجة الأولى عن هذه المهزلة تنسيتم طبعا الحال حديث عن الحاملين الشواهد العليا والتي فقط 15% سنة 2019 وكذا في صفوف الشباب التي فقط 24% فاصلة تشعود وهي الأرقام ديالكم ديال ماشي ديال 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 محترمة فلذلك حصيرتكم غيبت الحقوق الدستورية لأفراد الجالية المغربية للأسف الشديد بما فيها أساسا حقهم في التمثيل بمجلس النواب كل الأحزاب قامت بجوالات في أوروبا وخارج أوروبا وفي العالم في أمريكا وأسيا تغازل وتجامل الجالية المغربية أنكم ستشاركون أن عندكم حصة ولكن عندما تقدم جاء القانون الأحزاب معظم الأحزاب لم تتفاعل مع التعديل الذي تقدم نحن في الفريق الأستقلال من أجل إشراك الجالية المغربية الله يود ستاة المليون ما نعطيهم ستاة المقاعد في هذه المؤسسة في حين أنهم يقلسون معا جنسيات أخرى قريبة مننا لديها التمثيلية واشهد الناس نقولهم نعم ما سي فقط كل الجاليات المقيمة في الأوروبا عندهم تمثيل في مؤسسات إلا الجالية المغربية ماذا ينخصها مرحبا ليس كافية مرحبا لأنه نحن عارفين بأنه رغم الجائحة عائدات الجالية ظلت ثابتة ستاب مليار دولار الذي الأورو يعني بقى وهدت إذن فوفاء وعلى الأقل يعني واعترافا بأهمية بدور الجالية كان على الأقل بعد على الأقل يعني نعطوهم التمثيلية رمزية إن لم تكن مشرفة على الأقل في انتظار التمثيلية الواسعة مستقبلة إذن فلذلك سيد رئيس حكومة عندي الكلام كثير سيد رئيس سيد رئيس انتهى انتهى الوقت ولكن لا التفقنا على المرونة الصدر على المرونة المرونة لنا على كل نسبة النومو وعدتون به الشعب المغربي في برنامج الانتخلاف يرى سبعة الحكومة رأى خمسة إذن هذا إخفاق كيف ما زال سننظر الأزمة خانية الاستثمارات في تراجع المقاولات دعم المقاولات صغرصات في القوانين المالية وفي القوانين على دعم المقاولات صغرصة وسير الحساب على المقاولات صغرصة عراق من جهات مختلفة لخلق ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة المقاولات الشباب إذن فلذلك التماسك الاجتماعي ما زال فيه مشكل إلى يومنا هذا تسعت الفوارق الاجتماعية والأزمة خانقة لأن الحقيقة أنكم ملتزمتوش بما عهدتم به في برنامج يكون حكومي حيث من أصل خمس مئة وواحد وثمانين تدبير اللي جاء في برنامج حكومي لم تنجزوا سوى 69% على خلال الحكومة اللي كانت عندنا غير بعض سنين حكومة عمّة فاسي نجزنا 85% أنتم وعدتوا بخمس وثمانين خمسمية وواحد وثمانين تدبير يا الله 89% هذا شيء ما شاء أنا لك أقوله المؤسسات والأزمة خانقة والكلام كثير فقط باختصار شديد نسأل تسيد الرئيس وكما قال الله سبحانه وتعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح في قريب صدق الله العظيم وصبحكم إن شاء الله قريب 8 سبتمبر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا سيد الرئيس شكرا